اليوم حبينا نتفقدوه وتوحشني عنا برشا ما سمعنيش صوت ومشوفنيهش في البرامج التلفزي الناس تسئل علي وينو موجود كان في الفيسبوك بتدوينيت ونحكي لكم على الممثل التونسي عاطف بن حسين في ألو ستار ألو ستار عاطف بن حسين أهلا وسهلا ما تحبقيك أميما عايش شحوي لك توحشنيك يا عاطف هربت علينا في الشيبة في الشيبة أنا في الدولة الشيبية دولة الشيبية تعتبرت دويلة وحدة شنو اللي خلي عاطف بن حسين يهربك ويمشي يستقر في الشيبة هو مهوش هروب براكس معتها هو عودة للمسقط رأسي لبلادي معتها المدينة اللي تربيت فيها رادي وينترتاح رادي وينترتاح رادي وينترتاح نفسي خلاجي أرجعنا رجعت للجذور رجعت للأصل في كل شيء أنا للمسرح المسقط رأسي للأكل غير لرجوع إلى الأصل الفضي تحية كبيرة لأهالينا الكل في الشيبة من خلالك أنت عاطف عاطف في التقديم قلت غايب علينا لا نشوفوك لا في الإعليم لا في البرامج تلفزية للإذاعية شنو اللي يفسر غياب عاطف بن حسين عدم رذاك على المشهد الإعليمي عامة بالله جزاك في التحصيل الحاسم معانتها معانتها من حبش أنا نحكي على كل شيء معانتها من سميش الإعلام الكل معانتها من الجانب الكبير من الإعلام الحق اللي أنا معانتش نحس روحي موجود في التصويرة معانتشي مثلك معانتشي مثلي ومعانتش أنا مثلك جدا خطر هي علاقة جدلية فمت معتها بين المبتع والإعلام فما علاقة جدلية علاقة عندها يتمل بعضها من ساعة فظرر لي أنه إحنا لثنين معانتش ما زورينا الغرابة على بعضنا معتها عاطف دي ما يقوله عاطف بن حسين نكزيجان دي ما وإلا ما يعجبوش ما يعجبوش شي دي ما ينقد ينقد عليش هال عاطف بن حسين هو مختلف عن باقي الناس وإلا سعيب أنك ترضي عاطف بن حسين ما نشي متطلب معانتش ما نشي إكزيجان بالفارغ معاتها ما نشي معاتها ما نشي دي ما الغالب أنا حيخ سافور غلبان أما مش معاتها مش بصفة أعطباطية معاتها الغالب أنا تعلمتها كيك كريتها كيك تربيتها كيك عليك تبيعات كلمتك دي ما موجودة ما تحط شي في قلبك ما نخبيش تعلمت نقود تعلمت تربيت في الشيب تربيت وقت بلدية الشيب معارضة للحزب الحاكم بالتجمع أنا ذاك نعم بالعين كنا البلدية الوحيدة في العالم العربي تخرج عن سيطرة الحزب الحاكم بـ 13 عزو في المجلس البلدي مقابد 3 أعضاء من التجمع عشنا في مدينة مختلفة نحسر في مختلف ونحب الحامر علي اختلاف متاعي معاتها ما نحبش نكون كبه الناس جملة هكيك أنا هكيك ما نش نعمل فيها بالعين من عمري ما ذريت حتى عمري ما معاتها موجعت حتى ومع ذلك عمري ما أخليت بانتزاماتي ولي بختمتي كنت ديما حاضر وقت تحقولي الناس اللي كنت روحي موجود عمري ما عطلت مخرج في تصوية صوت شوية مش واضحة عاطف كانت أقعد لي في بلاسة هكي كافية ريزو بش نسمعني بالقدي هكي تصمى ريزو هكي خمسة على خمس بخارك الله عزو به به يا عاطف عمري ما أعطلت حد عمري ما ضيعت وقت حد كنت إفكاس ورأي 100% على تجربتي معاتها كلها وبالعلم بالشي اللي كريته بثقافتي وكهو فقط يمكن أرأك عاطف ساعات تخليك تخسر صدقات وتخسر يمكن معارف وتخسر حتى خدم اليوم هذا اللي يفسر اللي ما ناشر راو في عاطف بن حسين وما سمعنيش إنك موجود في عمل رامضاني في 2021 ومضان 2021 عادي عادي جدا أنا ما يهديلي حتى حد خدمة معاتها ما نستنيعش من آخر باش يعديني فرصة عملي أنا إنسان نفسه في العمل يخافوا منك عاطف يخافوا منك يخافوا منك يقول لك أنا عيت له وبعد يخرج يحكى لنا لا وما همش متمكنين من مهنتهم اللي يخافوا مني معاتهم مش متمكنين من المهنة بتاحهم ومصنع بتاحهم وما يعرفوش يجادلو وما يعرفوش يخدمو خاطر أنا عملي فحياتي قدش عملت ستاشر مسلسل فحياتي معاتهم متحديها من كل المخرجين اخدمت معها وكل بمحبة ببرش حب إذا أنا نهار عويت له سيكونس ومثلا أعطلته ولا جيته مانيش حافظ ولا جيته مانيش ولا مبدل وجهي ولا سابق شعري ولا خرجت له على الشخصية ولا كذا إذا فم مخرج نحكي ختمة معاتهم نحكي صنعة نحكي فن نحكي إبداع إذا فم مخرج ولا مساعد مخرج ولا بلاكس أنا نجيب عياد لا يرحمك كان يسميني كونفورد بلاتو معاتها وقت الممثل يفصع مالتورناج كاني في جنبه معاود الفويد سيرفيس أنا مخرجين عملت لهم ترواء فويد سيرفيس في فويد سيرفيس واحدة عليش اليوم المخرجين اللي موجودين كما مثلا عبد الحميد بوشنيق متعملش معك كما منعرشنا السوس الجملي أنا متعملش معا عبد الحميد بوشنيق مش هو أنا تنميذي عبد الحميد بوشنيق عبد الحميد بوشنيق قراء الدراما عندي ما كراهاش في مدرسة أخرى ما كراهاش عند ناس أخرين معاناتها حل عينيه على التمثيل وعلى المسرح وعلى المسرح أنت لوم تعليد جا عاطف أنا بالطبع أنه ما ليه كما نلوم على برش ناس شنو أسباب مثلا اللي خليني اللي خليه عمره ما يكلمني مثلا وبلوكاني في الفيسبوك وكذا هل هو مطالب عبد الحميد أنك أنت اللي هو قراء عندك بش عايتك نجم يكون ما شافكش في شخصية وشخصيته أنا قلت لك معايتلي حتى حتى أنا تعايتلي شخصية يعايتلي للبيع معايتليش أشخاص أنا قلت لك معايتها علاقة معايتش بيه نجم يكلامني نجم يشاورني نجم يحكي معاي نجم يخبراي نجم يناقشني معايتش بيه شنو المشكل معايتها أنا مليش ممثل لك هو في المشهد التلفزيون عاطف ما بين الحاجات اللي شوفنيهم أنك لمت على برنامج لمت على حمل همامي أنه كان حاضر في برنامج احنا الكل قلت ساندتك برشا ووقفت معك برشا لكن ما توقعتوش بما معناه أنك ما توقعتوش أنه يكون موجود في برنامج من النوعية هذي عليش لمت على حمل همامي لأنه من حدش أنا نرى رمز من رموز النظار في تونس أي يمشي بسقيه للمستنقة تعتبر أنه برنامج احنا الكل مستنقة؟ يمشي برشا برامج مستنقة مش كأن احنا الكل لكن ما خرجش في صورة خايبة هو محمد همامي عاتش بيه في المستنقة نجم ونلقاوا برشا نوارات متأسفك نلقاوا نوارة فيه في المستنقة ونلقاوا حال الله في المستنقة نقولوا لها أنا زوها ونحبينه ونقول لها ما عش تمشي لمستنقة أنا علاقة بيه جيدة جدا أنا نعتبره أكثر معادي تواصل معاك عاطف كلمك بعد استاتوي ذكا؟ أنا لا ما كلمنيش كلامك قبل استاتوي أنا قبل ما بعدها كان عندي التاليفون معاك يقع على حاجات أخرى تهم وتنصع البلاد أكثر من برنامج ما في دليلش أنه مش يمشي برنامج بالرغم اللي أنا حكيت معاه برشا برشا على الظهور الإعلاني وأنا معاتها نعتقد أني من عائلة معاتها 5-8 بركة معاتها بنت وصارة كانت موجودة في مسلسل البنارة وكانت تدنيفتي مودي 3 أو 4 سنوات معاتها وأنا نعتبر أنه رمز اللي بإيجاز خاطر الوقت قاعد يسلق فينا وماذا بيك إن جيت بحثينا هون ينتمنى أنك تعمل بروغرام وتجي بحثي خالينا نشبعه بيك ونحكيه أكثر بإيجاز رأيك في اللي يصير مع سيمي الفهري الحكم عليه ثمانية سنوات تراه عادل بنسبة ليك نسكلت حيب تعرف رأيك نسكلت حيب تعرف رأيك نسكلت حيب تعرف رأيك مش نسكل دية بي لغتنا أحنا أين نحب نعرف رأيك ماي القصة الكل مع سامي تهري أنا ترجعني برشا ترجعني أكثر من الناس يقول لي أني في نهاية الأمر هو صديق كنا على أصدقاء وكنا أصحاب برشا أكثر من اللذب مع رأيك الحكمة تريح قاسي؟ متأسف على ثمانية سنين هرب هو مقعدش وزننا منعه هو هرب أنا وكلك وما خرجوه باش هرب باش هرب معادها قرية متسيسة وما هيش صحيح أنا من كله وثامي كانت مزلت على اتصال بخناة الحوار التونسي كلهم يخلصونا في فلوس عاطف بالحسين معادك على المطلب الوحيد وعلاك الوحيد عاطف مرسي بكو وإن شاء الله نشوفك على قريب بحدينا مرسي بكو ونتماني لك برشا توفيق وبرشا نجاح شكرا لكل الفريق أنا أبقى لكم شكرا لكم باي باي تشاو تشاو